لقاء انتخابي كغيره من الاجتماعات اليومية في الولايات المتحدة هؤلاء المرشحون إلى الكونغرس حضروا للقاء وجهاء دوائرهم الانتخابية أنا اسمي باتريك موري وأنا مرشح جمهوري للكونغرس وتتوالى الخطابات التقليدية حتى ولو لم تحضر الصحافة الهواتف النقالة جاهزة وبسرعة صور اللقاء ستتوافر عبر الانترنت فيسبوك، تويتر ويوتيوب وغيرها من المواقع تربط المرشحين بالناخبين وهي ليست حكرا على مرشحي الرئاسة في يومنا هذا لا يمكن خوض الانتخابات بدون المواقع الاجتماعية باتريك يوجه نصائح إلى عدد من المرشحين الجمهوريين عن كيفية حسن استخدام تلك المواقع فاستراتيجيته الرئيسية على المرشح التكيف مع المواقع الاجتماعية للتواصل مع الناخبين مثلا فيسبوك يعمل جيدا للتواصل مع شريحة كبيرة من الناخبين الأمريكيين فأوباما مثلا عقد لقاء افتراضيا على موقع ريدت حيث كان جمهوره أكثر تخصصا ولكن القدرة على التواصل مع الجمهور أينما وجد عبر فيسبوك وغيره من المواقع لا يكفي بول كونوي يدير موقعا يحدد أولويات جيل تويتر نقول للمرشحين من الحزبين إنه وقت الدخول في تفاصيل برامجهم فيديو على يوتيوب قد يسترى انتباه الشباب ولكنه قد يشبه المسرحية هم يريدون معرفة حل لمشاكلهم تقديم الحلول هذا بالتحديد هدف كريس بيركنز المرشح إلى الكونغرس هو حاضر بقوة على مواقع التواصل ولكن بطبيعة الحال لن يتخلى عن الأرض من المهم أن أتواجد على الأرض كي أقول أنا موجود جسديا أيضا سواء كان الجمهور في غرفة أو وراء شاشة على المرشح أن يتكيف مع واقع جديد فبحسب استطلاع ثلث الناخبين أصحاب الهواتف الذكية يستخدمون أجهزتهم للتحقق من صحة ادعاءات المرشحين ترجمة نانسي قنقر